المفتاح السابع تكرار قراءة الحديث فلا تكفي القراءة السريعة للحديث بل قف عنده وتأمل ما وراء الألفاظ والمعاني العظيمة التي تحول حياتك إلى جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة فكم يشقى الإنسان ويتنكد سنوات من عمره ثم يجيء حديث واحد فقط لينتش له من الهم والقلق والضيق الذي هو فيه وعندها يقول ما أجهلني إذ فرطت في هذا الكنز الذي فيه متناول يدي كرر قراءة الحديث ومتع جميع حواسك بقراءته قلبه على جميع الوجوه لتكتشف ما فيه من جواهر ونفائس وإن مما يساعدك على تطبيق هذا المفتاح فهمك واستيعابك للمفاتيح الأخرى وخاصة المفتاح الخامس الذي يضبط السير في قراءة السنة وحفظها أما حين يضيع منك هذا المفتاح فستكون قراءتك للسنة تمر بشيء من العجلة والرغبة في الانتهاء مما لا تحس معه بالمتعة والرغبة في تكرار الحديث ترجمة نانسي قنقر